شايفين هالجبال والطبيعة الحلوة؟ ممكن الاستفادة منها بنشاطات قادرة تجدوا بالعالم كله تيجي على لبنان كيف؟ رح خبركن بس قبل سامعين شي عن كاليمنوس هي جزيرة باليونان ما كانت معروفة بس اليوم صارت من أهم المواقع على خريطة التسلق العالمية وسنوياً حوالي 12 ألف متسلق بيجوا عليها ومنهم اشتروا بيوت بهالجزيرة وبوجودهم عم يساهموا بالتنمية المحلية كاليمنوس فينا نعمل مناطق لبنان مثلها وتحديداً تنورين نحن منقامن أنه في لبنان فيكون ديستيناشن عالمي للكلايمبينك تنورين وكتير مناطق لبنانية بتتميز بمنحدرات آسية كهوف وسخور وغيرة ممكن الاستفادة منها لرياضة تسلق الجبال ونزور المنحدرات أو الرابل يمكن اكتر بيخافوا من هالنوع من الاكتيفتيز أنه ما يكون قامن بس مثل ما عم بتشوفه نحن طلعنا وجربنا كل المعدات المطلوبة لتأمين السلامة العامة متوفرة وأكيد ما فيكن جربوا لحالكن بل أنتوا بحاجة لأشخاص عندهم خبرة هذه الرياضة بتطلب كذا شغلة الأكويبمنت يعني بتطلب حابة خصوصة بتطلب هارنس مثل اللي لبسها مع كويك دروز وهيك وأكيد الهلمت هؤلاء كلهم مجبورين كلهم سيرتيفايد هذه الرياضة محل ما عم تفوت مصاري للبعض من الكلايمبرز اللي حبوا يفتحوا بزنسز بهذا المجال اللي كمان عم تستفيد كتير وهذا الشي عم نلاحظ لهنية الضياع اللي فيها هالكلايمبرز يعني مثل ضايع التنورين هون صار يعني نص نص البيوت تأجرت للكلايمبرز هالكلايمبرز في لبنان في من كل المستويات من لفل فور للفل ناين أي وفق المعايير العالمية مع تطور هالرياضة صار في زوار من بلدان بعيدة عم يجوا خصوصا لممارسة هالرياضة بلبنان أنا لقد أتيت للمباني لتحاول قام بمقال بلدان علم مدانعه ومحن في بطار الغرب ومحن مستشفى على أسترات فقط ومحن يجب من بلدانعه ومحن بلدانعه ومشفى على رأس بالمدل مدانعه أنا من اللي هنا لدينا أيضا تحاول شمال نحن مدانع بلدانعه على حيث على البعض المستوى ومشفى من هذا المنوذي من تنورين رحنا عغرفين بجبال هوني كفيك تبلش بالهايكينج ومن بعد توصل على الكلايمبينج ومثل هالموقع فيما وقع كتير بلبنان كبيت مري ويد أديشا شاب روح وغيرها من بعد ما عاشت لأول مرة إكسبيرينس الكلايمبينج هون من تنورين أنا بنصح كل حدا يكون عم بيجرب هالأكتيفتي المميزة بلبنان تيعيش مغامرة من العمر اشتركوا في القناة